يحس كأنه سبب ذاته هناك وعشان كده بيبقى محتاج أنه يستعيد ذاته مرة تانية عشان كده بنحاول معاه نشتغل على جزء مهم جدا وهو توكيد الذات ففيه جزء بنسميه جلاء الذات الذات بيبقى عليها تركمات وليها غبار كده فبنحاول بعد ما اتطمرت بنحاول ايه نلمعها عشان ترجع الذات تاني مجلية عشان يقدر يرجع له شغفه تاني شغفه يعني حبه للحياة اقباله عمله باتقان البحث الدراسة ايه كل ده ممكن يفقده بس لازم مع توكيد الذات بقى ما ننساش حقوق الاخرين عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التوازن في التعامل مع الحقوق ان اللي اهلك عليك حقه وان اللي زورك عليك حقه وان اللي لبك عليك حقه فاعطي لكل ذي حق حق ودي دوابط لازم نرعيها واحنا بنأكد على زوات لان بعض الناس بيحصل لهم ايه يروحوا يأكدوا على زواتهم يأكدوا زواتهم فإن اللي حاصل فيتحول الى انسان اناني لا يعرف إلا ذاته ولازم فيه بعد تالت كمان نرعيه وهو التواصل والتفاعل هل كان من البداية صح ولا كان فيه مشاكل أنا بقول مش بس نقول ان النظام هو السبب لا ممكن كمان حاجات تانية تخلي المسألة أصعب زي ما احنا ازاي اتربنا والبيئة اللي احنا عيشنا فيها كمان عملت ايه ممكن زي ما حصلنا الاختلاف في البيئات اللي احنا قلنا ويجي البعد التالت وهو التواصل كنا بنتواصل ازاي لان الجواز بيمر بمراحل مينها مرحلة بأيولوجية ما هي مرحلة بأيولوجية مرحلة زي الطفل كده لما بيتولد بيأكل ويرضع وما بيعملش أي حاجة بس غير كده الجواز بيبقى في المرحلة دي كده مرحلة ما بننتجش فيها ما بنبقاش ما بنبقاش بنفكر في الجواز بالطريقة اللي فيها احساس بيقدي ايه احنا بنعيش الحلاوة الجواز لكن بنمشي على طول وبنعيش الجواز كأننا ماشيين بالقصور الذاتي من اول ما تجوزنا فكل واحد مقدر التاني اتحمل ايه وبيجي الاولاد فبننشغل بالاولاد واقصى مدى الرحلة بيولوجية من بداية الجواز ايه اللي حاصل بعد كده نوصل بقى الى مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة منتصف العمر منتصف العمر ده بقى الحكاية حكاية يحصل بقى التحدي ان الواحد بيكون في مرحلة تقييم لكل اللي حسن ليه انجازات وعلاقات ويبص مرة تانية للمشكلات وانجز ايه هو مبسوط ولا مش مبسوط راضي ولا مش راضي وفي المرحلة دي بتبقى هي دي مرحلة اللي بيتتوافق مع ان الناس بيبتدوا انتبهوا هنا بتبقى فيه خطر ودي مرحلة خطر جدا جدا لان اللي مش بيدركوا الطرفين ان هما محتاجين هما الاتنين للتواصل الودود الرحيم محتاجين للمواد ده والرحمة في العلاقة الزوجية وعشان كده لما بيوصلوا لمنتصف العمر وبيعيدوا كل حاجة تانية واكتشفوا الحاجات اللي حواليهم يكتشفوا ان التواصل كان بعافي وانهم ما كانوش بيتواصلوا لكن كانوا بيعملوا ايه بيمرروا الحياة فلو ما قدروش يتواصلوا مع بعض ويوفروا البعض الاتمام اللي محتاجينه بحاجة ان الشرك ان الشرك حياة هو المفروض ان هو ييجي والمفروض ان هو اللي يحتوي بيحصل بقى اللي احنا بنقول عليه بيلجأوا إلى الاحتواء البديل وتقول ده كان زي الفل برة فلما جيه حصل كذا وكذا وكذا وهو صعب سيستم اتغير اتبدل لأنه هو بيمر بهذه الأبعاد اللي احنا بنقولها دي ممكن يبقى عن طريق أشخاص آخرين هو بيحصل فيهم الاحتواء البديل ونزيك أو ممكن يكون عن طريق الألعاب أو حتى الحيوانات الأليفة في بعض الأحيين سواء من الزوج أو الزوجة وعشان كده المرحلة اللي منمر فيها بتغيرات جسمانية زي مرحلة منتصف العمر دي فبنحس إن شكلنا اختلف فنبص كده احنا شكلنا اختلف فعال حب اللي حوالينا اختلف لنا بسبب تغير شكلنا وقال إحنا حاسين بالحياة زي هو قال لا والورطة أن نحس إن احنا شكلنا اختلف وعمرنا اتقدم وإحنا محققناش اللي كنا عايزين أوف أو يشعر إن شكله اختلف في عين اللي قدامه لكن الزوج بصل زوجته والزوجة وبصلت لزوجة وما حسوش إن هم اختلفوا عن يوم جوازهم فعلى فكرة دي بتبقى نعمة عشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد للسيدة عائشة إن هو دايما مع مرور الزمن يعمل حاجة مهمة جدا فيقول لها مثل حبك في قلبي يا عائشة كمثل العقدة فكلما تقدم العمر تسأله السيدة عائشة يا رسول الله كيف حال العقدة فيقول لها كما هي يا عائشة فبيطمنها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأزواج مش بيكونوا منتبهين لبعض التغيرات اللي بتحصل عند الزوجات فمثلا لو زوجة قررت إن هي تاخد أجازة من العمل فلما توصل لمنتصف العمر بتصر إن هي تنزل لعمل تاني وزوجة لإن هو قال لا إحنا حطينا سيستم خلاص مش هينفى فإيه اللي حاصل فبيبقى المسألة عندها أمر صعب وعشان كده لابد إن احنا نفهم التغيرات اللي بتحصل لنا يكون سببها إيه لإن احنا لو ما فهمناش ده ممكن نقدي إلى أشياء كتيرة تتعبنا طب نعمل إيه بقى إحنا عايزين نخرج من هذه الورطة لإنه في طريقة سهلة عشان كل واحد فينا يعرف احتياجات التاني ويسعى إنه يوفروا بيئة آمنة ويبقى فيها كتير جدا 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 من المواد ده والرحمة